الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولي أهلا بكم في المستهل نصب الرئيس الجزائري عبد المجلد تبون أعضاء المجلس الأعلى للطاقة كهيئة استشارية لتحديد استراتيجية القطاع في البلد العضوي في منظمة أوبيك بيان عن الرئاسة الجزائرية أوضح أن مهمة المجلس المستحدث تتمثل في تحديد التوجهات في مجال سياسات الطاقة والعمل على تأمينها للبلاد والمحافظة على الاحتياطات المحلية من المحلوقات وتجديدها وتطويرها وضمان الانتقال إلى الطاقات المتجددة كما يختص المجلس بمتابعة وتنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير إنتاج مواد الطاقة فضلا عن استحداث الطاقات المتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية لتنميتها عوضت أسعار النفط الأربعاء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع تركز الاهتمام على النقص المعروض من روسيا وليبيا وزادت العقود الآجلة لخام برينت 66 سنة لتلامس 107 دولارات للبرميل في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق إلى 46 سنة ليقترب من 103 دولارات للبرميل حذر مصرف جي بي مورغان الأمريكية أن الحضر الكامل والفوري للنفط الروسي قد يؤدي إلى إزاحة أكثر من 4 ملايين برميل يوميا من الإمدادات وأتوقع البنك المتخصص في إدارة الأصول والثروات أن يؤدي هذا الخيار إلى ارتفاع أسعار خام برينت بنحو 65% إلى 185 دولار للبرميل المجموعة المصرفية تتحفظ على التوجه نحو حضر النفط الروسي حيث قيمت خفض الإمدادات الروسية إلى أوروبا بحوالي النصف الصارم مع تعطل حوالي مليونين ومائة ألف برميل يوميا بنهاية العام تعمل الحكومة الروسية على تشييد منشآت لتخزين النفط ومنافذ جديدة للتصدير في مسعى للحد من تأثير عقوبات تعرقل مبيعاتها النفطية وكشف نائب وزير الطاقة الروسي أن بعض الشركات منخارطة في مجال التخزين وتعكف على تنفيذها مع إنشاء هياكل تخزين تحت الأرض في شرق سيبيريا ومنطقة نهري الفولغ وأورال المسؤول الروسي أكد أن تشييد مثل هذه الخزانات لن تقل عن مائة مليون طن أو أكثر من سبعة مائة مليون برميل قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أعوام اقتنص المشترون الروس عقارة دبي في الرابع الأول من هذا العام ليصعد بذلك مرتبتين إلى المركز الخامس من حيث زبائن العقارات في الإمارة الغنية وبلغت مبيعات العقارات في دبي مستوى قياسيا بزيادة الطلب المحلي وإقبال الروس بما يقارب تسعة عشر ألف معاملة في أربعة أشهر حيث قفزت مشترية الروس بمقدار سبعة وستين في المئة على أساس السنوي تعقد في واشنطن اليوم اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إذ من المقرر أن تطرح على المجتمعين من صناع القرار الاقتصادي والنقدي في العالم قضايا تشكل تحديات تواجه تعافي الاقتصاد العالمي في مقدمتها الأمن الغذائي والتضخم والحرب في أوكرانيا المكان واشنطن الحدث اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي موعد يلتقي فيه صناع القرار الاقتصادي والنقد العالمي في ظرف استثنائي يخيم عليه أربعة تحديات تنسف مساعي تعافي الاقتصاد العالمي الهش بفعل ارتدادات أكثر من ثلاث سنوات من جائحة كورونا اجتماعات دورية اعتدى أكثر من ثمانمائة مشارك على مناقشة أفاق الاقتصاد العالمي وتقليص مظاهر الفقر وفجوة التنمية عبر المعمورة غير أن الحرب في أوكرانيا بتدعياتها العالمية العميقة سيجبر المجتمعون على إعادة ترتيب جدول أعمالهم حيث سيطغى الصراع في شرق أوروبا على فعاليات اجتماعات الهيئات المالية الدولية أجواء جيوسياسية متوترة أجبرت هيئات بروتن ويردز على طرح توقعات حذرة بشأن نمو الاقتصاد العالمي على ضوء تفاقم موجة معدلات تضخم القياسية التي اشتاحت كبرى اقتصادات العالم إلى جانب مستويات المديونية المرتفعة وأزمة الغداء التي طالت البلدان النامية ملفات ستضع الهيئات المالية العالمية أمام مهمة عسيرة لطرح خيارات المواجهة والتصدي لأسوأ أزمة اقتصادية تواجه العالم الاجتماعات التي ستكون بتقنية التحاضر المرئي سبقتها حالة من التشاؤم حول مؤشرات الاقتصاد العالمي بعد أن خفضت الهيئة المالية تقديراتها للنمو العالمي خلال العام الجاري إلى 3.2% من توقعات جون فيل منصرم البالغ 4.1% في وقت رفض صندوق النقد الدولي الحديث عن ركود الاقتصاد مفضلا توقع تسجيل تباين في أداء الاقتصادات من بلد لآخر على مدار أسبوع ستكون أنظار العالم متوجهة نحو واشنطن في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات الهيئة المالية العالمية من توصيات وخيارات تبدو محدودة في مواجهة أزمة سلاسل التوريد والغداء والطاقة والتضخم خفض المغرب نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال السنة الجارية بحدود النصف بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا وموجة الجفاف الحادة التي تعصف بالمملكة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لم يستبعد اللجوء لرفع الضرائب المفروضة على بعض الخدمات والسلع قصد تغطية نفقات دعم السلع والمواد الغذائية الأساسية والمتوقع ارتفاعها إلى مليار وسبعة مئة مليون دولار بنهاية السنة الجارية تتعمق الأزمة الاقتصادية في المغرب وتتوسع ضائرة احتقان الجبهة الاجتماعية بفعل الارتفاع القياسي في أسعار الوقود والسلع الأساسية مخلفة موجة غضب واستياء واسع في صفوف المهنيين والمواطنين على حد سواء وضع دفع برئيس الحكومة عزيز أخنوش أن يقر بصعوبة الحالة الاقتصادية للمملكة حينما خفض توقعات نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف متذرعا بالأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا وتبعات التغيرات المناخية لتبرير الموقف وفي ظل هذا الوضع المضطرب فمن المتوقع عن تعريف معدلات النمو تراجعا مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب فبعد أن كانت توقعات تتنبأ بأن الاقتصاد العالمي سوف يعرف نموا بحوالي 4.4% سنة 2022 مقابل 5.9% سنة 2021 صار من المؤكد حسب صندوق النقد الدولي أن يعرف تباطؤا بسبب ما تعانيه الاقتصادات من اضطراب الإمدادات وارتفاع في التخوم وتزايد الشكوك حول توفر عوامل الإنتاج وتشير توقعات صندوق إلى أن النمو العالمي سيتراجع بحوالي نقطة مقارنة مع توقعات بداية شهر يناير خانوش ومن على منبر الغرفة الأولى للبرلمان أنذر بارتفاع نفقات الدعم الحكومي الموجهة للغذاء إلى مليار وسبعمائة مليون دولار بنهاية السنة الجارية مبلغ يكون جيوب المواطنين السبيل الوحيدة لتغطيتها عبر اللجوء إلى فرض الضرائب على بعض الخدمات والسلع هي 15 مليار ديال الدهم لكن فقط 9 مليار أهلية اللي ممكن لنا نعطبها أنيكسيدو لأن 6 مليار كانت دخلة في البيتجيف للوحيد فينوس وهذه 9 مليار سنواجه بها لأنها ليس لدينا شي كنز لأننا أخذنا 18 مليار ديال الزيادة من هنا لفندلاني ديال هذا شي ديال الطحين وديال الغاز وديال هذا البارم بيش كلها رئيس الحكومة المغربية ورجل الأعمال القوي في الرباط لم يستبعد لجوء بلاده مرة أخرى إلى الاستدانة الخارجية في حال استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا وتفاقم ارتدادات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في الأسواق العالمية انخفضت قيمة أسهم منصة البث الرقمي نتفليكس بنسبة 26% بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة 200 ألف مشترك خلال الربع الأول من العام الجاري وهو قيمة سهم نتفليكس في بورصة نيويورك الأمريكية إلى 257 دولار تقريباً انخفاضاً من 342 دولار عند الإغلاق وأشرت الشركة أنها تتوقع استمرار الانخفاض وتوقعت خسارة عالمية للاشتراكات المدفوعة بمقدار مليوني مشترك في الربع الثاني نهاية النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة